طاقتك لهذه القراءة أنت إنسان عملي وناجح في هذه الفترة وعقلاني ومركز في عملك وأنت لا تظهر للشخص الذي تحبه حقيقة مشاعرك نحوه أنت منهمك جدا بعملك والعملك في هذه الفترة يأخذ منك كل الوقت ولا تريد أن تشتت طاقتك في أشياء أخرى ربما أنت في مشروع جديد أو عمل جديد يتطلب منك الدقة الكبيرة ربما تكون فنان أو محترف أو إنسان روحاني أنت بطبعك مهتم بنفسك وتعمل بكل إجتهاد هذه هي طاقتك أما أنت ترى الحبيب أيضا منهمك بعمله ومجتهد ومركز على نجاحاته وعلى إنجازاته في هذه الحياة أنتما تقريبا في نفس الطاقة مهتمين في هذه الفترة بأعمالكم ومشاريعكم ونجاحاتكم وتركيزكم فقط على الأموال وعلى الأعمال لا على العاطفة الحبيب أنت تراه كبير جدا وإنسان في غاية النجاح والتفوق ولكنه يبدو أنه بسيط ومتألم في هذه الفترة هو قد خرج من مرحلة صعبة هو يشعر بالألم والحزن وقد تعرض لخيبة أمل كبيرة جعلته ينحرف عن طريقه أو قرر أن يكون أو يحول اتجاهه إلى طريق آخر أو يتطلع إلى مكان آخر ربما قرر السفر أو انتقال إلى مكان آخر وغير وجهة نظري في هذه الحياة هو تعرض للخسارة والألم ويشعر بألم وغدر وربما خيانة ربما هذا الحبيب يراك يراك الصلمة وهو يحبك جدا ربما حصل بينكما في هذه الفترة في الفترة الماضية تبادل بأطراف الحديث وكلام أخذوا عطاء في الكلام وقد حصلت بينكما مشكلة كبيرة بسبب أمر معين سبب له خيبة أمل كبيرة وجعلته يقرر الخروج من هذه العلاقة والابتعاد والتركيز في هذه الفترة على أعماله أيضا طاقتك لهذه القراءة أنت في هذه المرحلة أنت تشعر بإعادة تقييم لطريقك أنت تريد أن تقوم بإعادة تقييم لطريقتك في التعامل مع هذا الشخص وأنت تسأل نفسك دائما هل أنا على الطريق الصحيح أم لا فهناك وقفة مع النفس وأنت الآن تعلمت من أخطائك السابقة وستمضي للأمام دون أن تعيدها أنت قررت أن تتخلى عن أخطائك السابقة أو أن تتعلم من أخطائك السابقة وأنت الآن واثق من نفسك ربما تكون فنان وموهوب لأنها ظهرت لي في هذه الطاقة طاقتك أيضا هنا يبدو بأنك تعمل عمل جدا دقيق وحرفي ربما رسام فنان أي عمل يتطلب منك مجهود بدقة لا أحد يستطيع ليس أحد لا يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال كل الناس فأنت إنسان موهوب بالفترة وأنت تؤدي أعمالك في هذه الفترة بنجاح وأنت قادر على الإقناع وأن تكون مبدع في عمالك أو أن في حياتك شخص واجهت معه أو هذا الشخص هذا الحبيب أنت تعرضت لمشكلة معه ووجهت صعوبة في التخلص من هذا الأمر أو هذه المشكلة فبدلا من التعامل أو حل هذه المشكلة أنت قد تسللت وهربت بدلا من حل هذه المشكلة فقد تضخمت وكبرت بدلا من حلها الحبيب في هذه الفترة هو يعيش في احتفالات ونجاحات ربما قلت بأنه غير طريقة حياته ربما ارتبط بشخص آخر ربما بعد الكلام الذي دار بينكما هو قلت ما يحبك جدا وما زال يحبك أكيد لأنه يعتبرك بأنك الصلمت ولكنه هو الآن في مرحلة مرحلة حياة جيدة هو ربما حاول الخروج من الحزن والطاقة الصعبة التي هو فيها في هذه البطاقات ربما حاول الخروج من هذه الطاقة الصعبة وغير طريقة حياته كلها والآن هو في مرحلة مرحلة احتفالات ومع الأصدقاء ومرح هو له وربما أيضا بأن يكون هذا الشخص قد أصبح مدمن على أشياء معينة على أشياء الكحول على أشياء عاطفية على أشياء هناك إدمانات كثيرة في هذه الحياة أو ربما إدمان في العمل ربما إدمان في أي شيء في هذه الحياة أو إدمان أدويا إذن هذا هذا الحبيب ربما ما دخل في علاقة ثلاثية أو ربما هو فقط يحتفل مع أصدقائه ويعيش حياته في هذه الفترة أو ربما هذه الفترة هو في وضع إدمان مشاعرك باتجاه الحبيب أن تدر بأن هذا الحبيب قد أغلق عليك كل شيء وأن هذه العلاقة بينكما انتهت إلى الأبد وأنت تراه بأنه أو تشعر بأنه قد غير حياته وغير مجرى حياته كاملة واتجه إلى اتجاه مختلف آخر عنك ربما حصلت عنده تغييرات جذرية في حياته ربما انخطب تزوج إلى ما هناك وغير حياته ربما نقل إلى مكان آخر ربما سافر ربما غير حياته بشكل كلي وأنت هكذا تشعر الحبيب مشاعر الحبيب تجاهك الخمسة نقوط هي مشاعر فقد وخسارة هو يشعر بالضياء بدونك هو يشعر بالحنين إليك هو لا يقدر على أن يعيش بدونك هو ما زال متعلق بك ومتمسك بك إلى الآن هو لن يتخلى عنك أبدا وعنده كوابيس وأحلام مزعجة تلاحقه هو يشعر بالخسارة وربما خسارة مادية سببت له هذا الشعور وربما خسارة خسار خسارته لك هي سببت له هذه الشعور مشاعره صعبة جدا في هذه الفترة وتقطه صعبة جدا هو جدا إنسان حزين وربما يلجأ إلى الإدمان لكي ينسى هذا الحزن وهذا الألم الذي يشعر فيه وهذه الطاقة أيضا ظهرت لنا هي هنا لا أحد يقدر على تحمل العشر السيوف فربما هذه الطاقة متواصلة مع هذه الطاقة ربما يشعر بالألم والغض القيانة بأنك تخليت عنه وذهبت إلى رجل آخر أو امرأة أخرى وهو ما زال متمسك بك وما زال يحبك وأنت بالنسبة إليه شيء ثميل لا يقدر أن يتخلى عنه نواياه في هذه الفترة هو يحاول أن يتوازن في هذه الفترة يعيد هدوءه النفسي يحاول أن يحصل على الاستشفاء ربما هو مريض في هذه الفترة ربما تعرض كما قلت إلى كوابيس مزرجة أزعجته وجعلته لا يستطيع النوم أو لا يستطيع العيش بهدوء وسلام ربما هذا هنا يدل هذه البطاقة أيضا على الإدمان ربما كان قد اتبع طريق بالإدمان وهو الآن يعمل شفاء ويحاول أن يكون وسطيا ومتوازنا في حياته ويعيد التوازن إلى روحه وإلى عقله خطواته القادمة هو يريد أن يعيش بأحزانه يعيش بذكرياته معك هو لا يريد أن ينسك هذه خطوته القادمة هو يحبك جدا ومتمسك ولا يريد أن ينسك بالرغم من أنه كما قلت باحتمال بأنه يكون قد دخل في علاقة ثانية مع شخص آخر غيرك إلا أنه ما زال يحمل في قلبه لك الحب الكبير ويشعر بالحزن والفقدان والمرارة لذيابك عنه فهو جدا يحبك هذه خطوته القادمة أن يحتفظ بذكرياته معك بقلبه ويحتفظ بأحزانه وعاطفته كبيرة جدا في هذه الفترة نتيجة هذه القراءة نتيجة هذه القراءة التباعد أو الاستشفاء كلاهما في هذه الفترة هذا يتوقف على هذه النتيجة تتوقف على هذه على هذه النصيحة أنت في هذه النصيحة تقول لك هذه البطاقة أنت أغلقت عليه الباب وإذا أردت أن يكون معك هذا الشخص يعود لحياتك مرة أخرى افتح أمامه هذه الدائرة أنت وكأنك بيدك أغلقت عليه هذه العلاقة التي بينكما وأشعرته بأن كل شيء قد انتهى وهو يشعر بأن هذه العلاقة قد انتهت وأنت تشعر أيضا هنا في هذا الكرس بأن كل شيء بينكما هو انتهى ولكن هو ما زال يحبك وما زال متعلق بك ولكنك أنت من أغلق هذه العلاقة إذا كنت تريد أن تعود لهذا الشخص فافتح أمامه الباب وأعطيه فرصة للبدايات الجديدة فبعد هذه الفترة بإمكانك أن تغلق هذه القصة الحزينة التي حصلت بينكما أو هذا الشيء الذي أدى إلى الألم والحزن والخسارة الشعوب بالألم والحزن والخسارة أن تعطيه فرصة وتعمل معهم وتعطيها الفرصة لبدايات جديدة وأمل فأنت بالنسبة إليه تصبح هذا يصبح الأمل فأنت بالنسبة له أمل يريد أن يتحقق فإما أن تعطيه المجال بأن تكون أمل بالنسبة له أو بأنك تغلق هذه الدائرة نهائيا وتعطيه المجال لأخذ الاستشفاء والابتعاد عنك نهائيا هذا الأمر يتعلق بيدك لنأخذ نصيحة تقول لك هذه البطاقة اسعى لتحقيق أمنياتك فلا يجب أن تظل فقط أفكار وإن لم تنجح فيكفيك شرف المحاولة هذه هي البطاقة التي تؤكد لنا هذا الشيء إذا كانت أمنيتك أن يعود لك هذا الشخص فأنت بيدك أن أن تقول له هذا الشيء وتعيد العلاقة كما كانت في السابق وتحقق الأمية التي هو بالنسبة له أنت أمية يريد أن تتحقق ولكنها الأمية إما أن تكون شفاء وتباعد وإما أن تكون أمية بالنسبة له تتحقق وهذا الأمر يعود لك بطاقة أخرى تعلم من فشل الآخرين فربما أنت كنت متسرع بأخذ هذا القرار وأنت الآن تحاول أن تعيد هذه العلاقة أنت لم تنساه بعد ما زلت تفكر به كثيرا وهو يبادلك نفس الشعور هذه العلاقة تقول لك هذه الوطاقة علاقة علاقتك هذه مع هذا الشخص وهي من حياة سابقة هي من حياة سابقة فأنت وهذا الشخص تحبان بعضكما جدا بطاقة أخرى تقول خلي أترك عقلك منفتح أي كن مرن بتفكيرك مع هذا الشخص وأعطه الفرصة للتعبير عن رأيه لنأخذ أيضا نسيحة لهذه القرارة أيضا من رومانس أنجل تقول لك هذه البطاقة بأن الإدمان يؤثر على العلاقات الرومانسية أو علاقاتك الرومانسية فربما هذا الشخص كما قلت هو مدمن وهذه المشاكل التي حصلت بينكما هي نتيجة هذا الإدمان إما إدمان الكحول أو إدمان النساء إدمان مع نساء أخريات لا أعلم ما هذا الإدمان ولكن تقول لك البطاقة أيضا خلي عقلك منفتح وإفتح مجال له للتعبير عن نفسه ورأيه لأن هذه العلاقة هي علاقة من حياة سابقة وأنت يجب أن تتعلم من فجل الآخرين شكرا لكم وليد العذراء على هذه المشاهدة وأرجو أن أراكم في ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر